قد يكون بطرح موضوع تحتاجه النفس البشرية لا شك أن خلطة الناس و مجالسة الناس و الأنس بالناس يعني أمر ليس بالأمر الهين و لذلك ما المراد بالاندماج هو في الحقيقة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين التفاعل الاجتماعي مع الآخرين هو التعامل أيضا و المشاركة معهم مرافقة الناس في أنشطتهم معايشتهم وظيفيا في السكن في الظروف المناسبات الأفراح الأحزان إلى غير ذلك الذي يهمني في بداية هذه الحلقة سؤال وجهه لجميع ما هو عضويتك في الكيان الأسري دائما نقول إنسان عضو مجلس دارة في كذا عضو مجلس شرف في كذا له مكانت كذا لكن أنا بقول لك وش مكانتك أنت في شأنك الأسري شأنك الاجتماعي الحياة اللي قاعدة تعيش أنت تحت أي مضلة هل أنت تعيش الانفرادية الانفرادية في رأيك الانفرادية في روحك الانفرادية في مشاعرك الانفرادية في كيانك في سكنك يعني تتفاجأ اليوم بحوادث داخل حياتنا الأسرية وهي تفتقد جانب الاندماج والله بدأنا أن نخرج عبارات أنا مني بمرتاحة من الناس الناس فيهم عيال أخواني فيهم خواتي فيهم وبدأنا نصنع المنفرات صناعة المنفرات يعني صناعة المنفرات صناعة شيطانية ولا بد أن تعرف أن المجتمع يحتاج إلى التفاعل إلى التبادل هذا التبادل والتفاعل لا يسلم من الخلاف لا يسلم من المشاكل لا يسلم من وجود ما يؤذي النفوس لماذا أمرنا الإسلام بحسن الظن لماذا أمرنا الإسلام بكضم الغيظ لماذا أمرنا بأشياء كثيرة حتى نندمج في هذا المجتمع يقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يخالط الناس ويصبر على أذهم ليس كمثل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم معناها أنك بتخالط الناس و بتجد منهم أذية هؤلاء الناس قد يكونون أقرب الناس إليك ولذلك الإسلام حرم النميمة و حرم نقل الكلام و نحن اليوم أصبحنا نفقد الاندماج الاجتماعي و الخلطة مع الناس بسبب الهرج الزائد بسبب نقل الكلام المؤذي أصبحت النميمة عند بعض الناس سواليف و لذلك لابد أن تعرف أن نقل الكلام هذا نقل إذاء للآخرين هماز مشاء بنميم قد يكون هذا الناقل ابن لك فلا تقبل كلامه قد يكون الناقل هذا لك أخ فلا تقبل كلامه قد يكون الناقل لك أخت صديقة قد يكون حبيب لك و لكنك لا تعلم ما في النفوس الاندماج المجتمعي يترتب عليه أمور كثيرة جدا في حياتنا و لذلك اسمع معي هذه الرسالة المهمة يا ناقل الهرج يا ناقل الهرج يا ناقل الكلام يا ناقل القيل و القال يا ناقل الهرج وش أسوي به أنا أدري أن البشر ما أحد بمرضيهم هو في أحد قبلي اجتمعوا على طيبه عشان أدور أرضاهم و انشغل فيهم والله هذا الواقع فعلا يا ناقل الهرج هذا ما منه فايد نقلك للهرج لذلك نحتاج إلى من يصنع الألفة نحتاج اليوم إلى من يصنع الألفة في المجتمع إلى من يصنع الترابط إلى من يصنع الاندماج أبنائني اليوم بسبب هذه الأجهزة و بسبب قنوات التواصل و كثرة الجلوس في البيت و قد ما يورثه لنا هذا الوباء أيضا في المجتمع مما يسبب ضعف الاندماج الإنسان قد يتخرج و قد يدرس و قد يكون أحسن مستوى لكن ما عنده القدرة على الاندماج مع المجتمع ما عنده قدرة على الاندماج الحياء مطلوب و الخجل مطلوب و لكن لا يصل الحال إلى الخوف لا يصل حالنا إلى مسألة خوف إلى أن بلغ الحياة عند بعض الناس إلى مرض الخوف فوبيا اجتماعية حرمت كثير مننا من طاقة و قدراته كم درس معنا و كم عشنا مع أناس و كم خالطنا من أناس عندهم من القدرات و عندهم من الكوادر و عندهم ما شاء الله تبارك الله لكن ما عندهم قدرة الاندماج فأثرت عليهم إذا فقد الإنسان الاندماج قد يصاب بالاكتئاب قد يصاب بالضيق قد يصاب بالنكد قد تهجم عليها حتى الأمراض العضوية نسأل الله السلام و العافية لذلك الذي يخالط الناس و يجالسهم و يسامرهم و يعيش معهم طيب دعونا نتكلم عن هذا الاندماج داخل الكيان الأسري هل هو واقع موجود و إلا أن الاندماج داخل الأسرة صاير ضعيف هالأيام هذه يعني جلوسك مع عيالك كما ذكرنا في الحلقة